طيب ايه البرج اللي ما يختلفش عليه اتنين او الابراج اللي ما يختلفش عليها اتنين مفيش برج يا سوس ما بيختلفش عليها اتنين خالص مفيش بني ادم مش برج مفيش بني ادم ما بيختلفش عليها اتنين ده فيه بني ادم من كتر ميزاته بيثير الحسد ناس تحسده وتحقد عليه فتلاقي تلعت له حاجة بحد يختلف عليه فانا معترضة جدا ان طبعا الكمال لله واحده مفيش برج أكيد بس يعني اللي بيبقى محبوب من الجميع مثلا ماهنا اللي احنا لسه أيلنهم دلوقتي اللي هو طبعا الميزان باجتماعيته الدلو السرطان الجوزاء دول ليهم طريقة كده ليت حسستك ان ايه الدنيا مش مستهلة تديكي طاقة التفاؤل لكن هتلاقيهم برضو بيختلف عليهم اتنين هتلاقي السرطان بطبط ودعمه ده بيختلف علي اتنين هتلاقي الجوزاء بيختلف علي اتنين هتلاقي الدلو على قد العطاء اللي بيعمليه يعني صراحة انا ما شفتش اللي هي الاتفاق التام على بني ايدم طيب الابيض والاسود اللي هو زمان اللي هو الزوء القديم انا من الناس دي معرفش بقى ده برج السرطان ولا ده تركيبة شخصية فهيه الابراج اللي هي بتحب تعيش اجواء زمن الابيض والاسود وبتكره التكنولوجيا طبعا السرطان فعلا طبعا جدا والثور برج الثور تقليدي وروتيني ويحب الابيض والسود والجدي يا جماعة الجدي من الناس اللي بيشدها الاجواء القديمة بالعبق القديم والعذراء لو قالت الزمن ترجعني الثلاثة الترابيين الثور والجدي والعذراء وحطي معاهم السرطان من الناس اللي بيشدهم جدا العبق التاريخ والابيض والسود استمتعوا جدا ان هما يعودوا قدام فيلم ابيض والسود كده طب فيه ابراج بتحب الوحدة او ما بتحبش الوحدة فمستحيل تهدد بالبعد والفرق بسي سهير طبعا اللي ما تهددهمش بالانسحاب دول ممكن مش بيحبوا الوحدة ممكن يكونوا عندهم القوة الكافية انك ما تهددهمش انهم ما يواجهوا الوحدة اه اللي هو مثلا انت جيت النهاردة هددتيني بالبعد والانسحاب وانا اصلا برج قوي زي العقرب هو برج قوي لو جيت يقولتينيه انا حسيبة يعني العقرب دي ما تهددهوش بالانسحاب بالانسحاب على رأيها مش بس مش عشان بيحب الوحدة عشان هو اصلا برج قوي مستغني مستغن لكن الأبراج اللي بتحب الوحدة دي حاجة لكن المستغنية وما تددهاش بالانسحاب دي حاجة يعني أنا عايزة أقولك حاجة الجوزاء عشان متقلب وعنده كذا شفت فلو جيتي انسحبتي من حياته لا حيلاقي بدايل وحيلهي نفسه بالسفر ومع الناس بس أكيد هيتأصر ما تهددهوش بالانسحاب لا حيلاقي بدايل وحينفض هدومه وحيدخل في بدايل عنده بدايل كتير بيعرف يخلق لنفسه البدايل العقرب وجوزاء ما تهددوش بالانسحاب والقوس والقوس والأسد قوي جدا الأسد بكرمته بعزته ولو جتي قلتيله باي باي أقولك مع ألف سلامه ويقف الباب وراء الباب اللي يفوت جمع فالأسد قوي القوس متغير ومتجدد مش هيحس بيكي الجوزاء حيتعفى بسهولة مين بقى اللي بوحدته أو يقدر يعود لوحده بيستمتع بوحدته السرطان والحوت بيخلقوا من الوحدة دي يعرفوا يقروا يفكروا ينتجوا لكن يستمتعوا بالوحدة فدول يقدروا برضو ينسحبوا ويتعافوا بس بالإيه؟ بالوحدة في دول التانيين يتعافوا بالقوة بالقوة ففرق ما تهددش بالانسحاب ناس قوية ومتهددش بالانسحاب ناس متصالحة مع وحدتها ليه اتنين ما تهددهمش بالانسحاب والصور قوي ما تهددهوش بالانسحاب عينة دي جدا وبيعند على نفسه الصور من الأبراج اللي بتعند مع نفسها يعني لو جيتي قلت لها باي باي هتقدر حتى لو ضعفت هتضعف مع نفسها ومش هتوريكي ضعفها وحتضغط على نفسها جامد جدا وتستمتع بوحدتها أو تتعافى على القصة ترجمة نانسي قنقر